نظمت سفارة بلادنا لدى الولايات المتحدة الامريكية اجتماعا موسع لاستعراض اخر التطورات الاقتصادية والانسانية في بلادنا ومناقشت المجالات المتاحة لتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات وفي الاجتماع الذي شارك فيه عدد من ممثلية المنظمات الامريكية غير الحكومية التي تعمل في المجال الانساني والتنموي بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الامريكية والوكالة الامريكية للتنمية رحب سفير بلادنا لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالمشاركين مثمنا الدور الهام الذي تقوم به هذه المنظمات في المجال الإنساني والتنموي في اليمن وأكد حرص الحكومة ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية تسهيل وتذليل المعوقات التي قد تواجه عمل هذه المنظمات لا سيما في المجال الإنساني والتنموي من أجل خدمة المواطنين والتغفيف من معاناتهم كما استعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة هذه التحديات والاختلالات الاقتصادية عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ومنها تحرير استيراد المواد البوترولية وتحرير سعر الصرف وتوقيع عددا من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة مع البنك الدولي وعددا من الدول المانحة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة